في منذ اللحظة الأولى وهي تعي ويعي المشروع الإيراني ضرورة أن يكون هناك امتداد للفكر ولهذا المشروع وبالتالي يدركون تماماً أن عوامل أو روافد استمرار هذا المنهجية أو استمرار هذا الفكر وأن يغذى به جيل وجيلين وثلاثة وأن يدس في عقولهم كثير من الأفكار الدينية وكثير من الأفكار التي يتعاطف المر معها من جهة دينية بطبيعة مجتمعنا اليمنى في طريقته في الثقافة وفي طريقته في الوعي وفي طريقته في التمذهب وفي طريقته في التعلق بالدين ولذلك وجد المشروع الإيراني هذا الأمر سبيلاً لهذا الأساس والأخطر من هذا كله أن الحرب ستنقشع يوماً ما وسنصحو على حالة عصية على يعني ممكن أن تحل كثير من المشكلات لكن الحالة الفكرية التي زرعتها ميليشيا الحوثي أنا أعتقد أنها ستحتاج إلى عقود طويلة إلى عقود طويلة والأمثلة على ذلك كثيرة ظللنا نتحدث عن الملكية حتى إلى قريب حتى جاءت ميليشيا الحوثي لأن مشكلة الوعي في المجتمع اليمني وعي بطيء ووعي ضعيف والنخبة لا تشارك في تغذية وعي جديد وفي خلق وعي جديد لو كان هناك حضور للنخبة حضور للثقافة اليمنية أنا أعتقد أنه كان بالإمكان أن تشكل مصدات أمام هذا الفكر لأنه من الطبيعي من الطبيعي أن لا يقتنع أحد بفكر متخلف كهذا من الطبيعي في هذا الزمن